إن احنا عايزين نرجع لأول يوم دخلت في النادي الاهلي مين الي اسطلمك؟ مين كان النادي الاهلي احنامalid كابتنه يقعد معي اول حد قعد معي الله يرحمه اللي اسمه على لبسًم كان ثابت في حياته وتطوري كابتن ثابت البطول الله يرحمه كابتن ثابت البطل ده قيمة كبيرة دخل النادي الاهلي ده من ازاي ابني فيك كشخص عادي تبقى بطل وتتحمل مسؤولية الاهلي وجماهير يعني ايه ينقلك ثقافة الانتصار طول الوقت والتي تلعب بمنتهى الرجولة والجدية هو كان طب احكي لنا بقى شو وقتنا احكي لنا بقى استقبلك ازاي كابتن سابت ابني اكلمني في التليفون الاول انا وكدش معايا راكم اه تليفون انا طول اه اه قالوا مين معايا سابت الوقت راح تقفل التليفون تبقى عمها ده بقى جاي تهزر معايا اه حتى مت حد بكده اه بحكي لانتصال بيا اداري النادي الاهلي كابتن سعيد احب ام كابتن شادي ازايك انا كابتن سعيد اللي كان فيه موضوع كده وانا في المنتخب اللي ان بيتكلم معايا فيه اللي انا الاهلي وهيقابلوك ولب لب لب المهم ايه فقاللي كابتن سابت اللي كلمك انا كنت قاعد قمت وقفت لوحدي لان هو كان شخصية لها رهبة طبعا طبعا لها هيبة فوقفت كلمته فوالديت قالتلي انت مين بيجي انت واقف ليه اه قالتلي كابتن سابت يا مش عارفة حاجة اه قالتلي تب ما تقعد ولا تقعد لا مش عارف مش عارف هو انا مساكت التليفون رحت قايم واقف لوحدي والله دي حقيق يا كابتن قاللي الف الف مبروك وخلصنا كل حاجة وتيجي وانا براهن عليك انا ومستر تسوبل يعني نهول اول كلمة الهلك انا براهن عليك اه كان احسسك ايه اه انا اللحظة دي استنتها سنين طويلة كم سنة فاكر استنتها اربع خمس سنين اه تعبت جدا عشان اروح النادي تعبت اللي انا اشتغل 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 ما كنتش بنام عشان اللحظة دي اللي انا جبت ذاكرتي الكلام اللي ابتدناه اللي انت كنت كاتب وبعد سنين من التعف فتلاقي نفسك بتشيرت النادي الاهلي نازل التدريب بيستقبلك كابتن وليد صلاح الدين وكابتن حسامو ابرهيم اما كانوا في الاهلي كابتن هادي خشبة كان يشام حنفي علي ماهر مشير حنفي انا فكرة كابتن ياسر الراهيه مش عايز انسى حد وعسامو الحضري ومصطفى كمال عيبة كتير وكابتن سامي قمصان مش عايز ف فالوهلة الاولى الخضة انا كنت بقعد في الغرفة كان معاي كابتن ابراهيم حاسم فدلت مغدود كده قد ايه فدرت الاعداد كان معاي كابتن ابراهيم حاسم وقبلها كان كابتن وليد صلاح ف انا كنت بادخل الحمام اكلم نفسي ياه وحيات ربنا هم دول انا كنت بروح اللي استاده تفرج عليهم مش مستندق نفسك كنا في المانيا اول معسكر كان في المانيا على طول كده اه يعني اول ما جيت النادي القلي سافرنا المانيا كان معسكر هناك مع مستر تصوبل وانا كنت قعدت كده عارفة يعني مغدود شويتين فكرة اللي هو في القودة مثلا ممكن يقوم يعمل شاي فيجيب لك الكباية فانا اكسم بالله باطني كابتكار طب والخطة دي ما اثرتش على ادائك مثلا؟ مش هتأثر اصلا فيه حلم انت اشتغلت عليه ما اثرتش لكن فيه رهبة رهبة اللي انت بتقابل النجوم اللي انت كنت تتفرج عليهم في التلفزيون بقت واحد منهم انت تقيمة في مشوارك ما كنتش من الناس اللي لعبت معاها الحظ انت كنت مخطط كل خطوة او كان لك هدف ومشيت وراء لا انا كنت عشان مبالغش انا مخطط لانا نفسي هلعب في النادي القهل ثم فيه حاجات توفيق ربنا من عند ربنا طب نقدر نقول ان الحظ خدمك بنسبة كم فى المية كده بدون حظ وبدون توفيق التوفيق كممكن تتعطل فى بعض الامور ولكن التوفيق بييجى من رضى ربنا واهلك عليه طب ان نقول التوفيق والحظ خدمك بنسبة كان فى المية تلاتين فى المية عشرين فى المية مش اكتر من كده لان مينة كرة القدم مش هتبزى المجهود مش هقدر توصل لحاجة فالحظ توفيق 20% ساعدوني بشكل على الشغل اللي انا كنت باشتغله 20% دي نسبة صغيرة خالص بالزبط بس رضا الاهل واحساس على فكرة لعيب الكورة لازم نفهم اللي هو مش ماتش بيروح يلعبه ولا فيه بتذاكر قبلها وفيه رضا الاهل عنك وفيه حالتو بقبار باهلك وانا بقول دايما دعاء الام بالدنيا وما فيها هنتكلم عن كل ده بس هلو نطلع فاصل ونكمل تاني مع الفراود